تبصر من قد عماه الظلام وتشفي علي للفؤاد الكارو وعند الغروب سيأتي الضيام فتشرق روح الهدى والقلوب وبين الغروب من سنة الله في الناس أن الأمور تتسع حين تضيح وأن الإنسان يكتشف حين لا يجد إلا القليل أن ذلك القليل ليس بقليل أبدا فكم من اختراع أنجبته الحاجة وكم من إبداع أوجدته الضرورة وكم من صديق كشفت عن معدنه أزمة وكم من قليل أثمر كثيرا ورب ساعة واحدة اعتصرتها عن آخرها فأنجزت فيها ما تنجزه عادة في يومين يا رب افتح عيوننا على القليل حتى نراه كثيرا على حقيقته أصيب أحد كبار السن بمرض عضال بفشل كلوي أعجزه وأزعجه قرر الأطباء أنه لابد له من زراعة كلا بحث عنها في القاصي والداني فما وجد إلا في بلد فقير وذهب إليه مع أبنائه واستطاعوا أن يجدوا من يشترون منه هذه الكلية بسبعين ألف ريال وجاء اليوم الموعود وجاءت اللحظة الحاسمة في زراعة الكلية من هذا الجسد إلى هذا الجسد وفي ليلة العملية جلس هذا الرجل الكبير في سنه في فراشه يتفكر ويتأمل يفكر ويقدر ثم قال لأبنائه ايتوني بهذا الذي اشترينا منه الكلية فحاول الأبناء بما استطاعوا أن يمنعوا والدهم من أن ينظر إلى هذا المتبرع لكنه بعد إلحاح منه جاءوا به بهذا الذي باع كليته بسبعين ألف ريال وعندما نظر ذلك الرجل العجوز فإذا بالمتبرع شابة صغيرة في مبتدأ حياتها في السابع عشر من عمرها قال لها يا ابنتي لماذا بعت الكليا لي؟ فقالت ودموعها تتحدر على وجنتها يا أبي بعتها لك لأني يتيمة ونحن فقراء لا عائلة لنا نحن أيتام ليس لنا إلا أم شفيقة رفيقة كبيرة في السن فأنا أبيع كليتي لأعيش أنا وإخواني وإخوتي فاضت العبارات مع تلك العبارات بكى الرجل وبكت هذه الشابة وكأنما ينزعان الدموع من نهر جاري ثم قال الأب اذهبي راشدة وعندما جاء الصباح وجاء وقت العملية وإذا بهذا الرجل الكبير يقول لأبنائه لا والله لن أبني سعادتي على شقاء غيري هيا بنا نعود إلى بلدنا قالوا يا أبان العملية قال عودوا بي إلى أهلي فإن الله تبارك وتعالى سينقذني من هذه العملية أقول هذا حسن ظن بالله سبحانه وبحمده ثم أرادوا أن يأخذوا المال الذي أعطوه لهذه البنت فقال الأب لا والله لا نأخذ منه ريالا إني وهبته لها أشتري بذلك رضوان الله تبارك وتعالى هذه الأموال أعطوها لها أشتري بها الشفاء والعافية ممن بيده الشفاء والعافية سبحانه وتعالى عادوا به إلى بلده وما هي إلا أيام وإذا به كأن لم يكن به شيء كأنما نشط من العقال شافاه مولاه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول كما من حديث أنس صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات دخل نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة بعد أن رأى جبريل لأول مرة أفزعه وأرعبه فدخل صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني فماذا قالت رضي الله عنها قالت كلا والله لا يخزك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتعين على نواب الحق لك رصيد عند الله عز وجل بهذا الرصيد الكريم الكبير لن يخزيك الله عز وجل أبدا أبو بكر رضي الله عنه عندما ابتلي مع جمع الصحابة في مكة أراد أن يهاجر إلى الحبشة كمن هاجر فذهب حتى بلغ برك الغماد وهناك التقى بابن الدغنة وهو سيد القارة وهو حي من حلال المشركين فقال أين تذهب يا أبا بكر قال أهاجر فقد آذاني قومي فقال ما مثلك والله يخرج أو يخرج عد فأنت تحمل الكلة وتقر الضيفة وتصل الرحم وتعين على نواب الحق هل تأملتم؟ الأوصاف نفس الأوصاف لماذا؟ لأنه اقتبسها من صاحبه من محمد من نبينا من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمثل هذه الأرصد أيها الحبة نكفى ونوقى ونحمى بإذن الله تبارك وتعالى ولذلك أسأل نفسي وأسأل أحبتي ما هو رصيدنا عند الله عز وجل؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار ثم سدت عليهم فوهة الغار فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم فتوسل الأول ببر الوالدين والثاني بالعفة والثالث بأداء الأمانة أنا وأنت لو وقعنا في مثل هذه الكربة والنكبة ما رصيدنا عند الله؟ بماذا نتوسل إلى الله؟ ما هي صالح أعمالنا عنده سبحانه وتعالى؟ هل لنا الرصيد؟ هل نحن ممن يقال لنا كلا والله لا يخزيك الله أبدا؟ هذا هو السؤال أما الجواب فعندكم جميعاً أصيب أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى بقرح ودمامل في وجهه فذهب إلى الأطباء والمعالجين استخدم كافة أنواع العلاج فما تشاف ولا تعافى وذهب بعد سنة إلى شيخه أبي عثمان الصابوني وشكى عليه مبتلي به فما كان من شيخه هذا إلى أن عقد مجلساً للعلم وفي خاتمته دعا لأبي عبد الله الحاكم بالشفاء والعافية أمن الناس على هذا الدعاء الطيب المبارك وانفض الجمع وذهب كل إلى رحله وبينما أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في اليوم الثاني يلقي درسه وإذا برسالة طرس تلق بين يديه أخذ قرأها وإذا بها رسالة من امرأة تقول له كنت معك في ليلة البارحة في مجلس العلم الذي دعوت فيه لأبي عبد الله الحاكم وكنت ممن دعا وأمن وذهبت إلى بيتي ونمت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو الذي يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به تقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي قول لأبي عبد الله الحاكم يوسع على المسلمين في الماء فما كان من هذا الشيخ المبارك إلا أن دعا بأبي عبد الله الحاكم وقص عليه هذه الرؤية فذهب فبنى ترسا ووضع فيه الجمد يعني الثلج ووضع فيه الماء ودعا للناس أن يشربوا من هذا الماء البارد النمير العذب أيها الأحباء لم يمر على مثل هذه الصنيعة المباركة أسبوع حتى شافاه الله وعفاه وكأن لم يكن به شيء إنها صنيعة واحدة من صناع الخير والمعروف والعمل الصالح جاء بها الشفاء والعافية بفضل رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى الشافي المعافي جل في عليائه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات فكل آفة وهلكة تدفع بفضل الله عز وجل بمثل هذه الصناع الطيبة المباركة بل أعرف شابا رجلا طيبا له ثلاث من البنات إذا مرضت إحدى هؤلاء البنات يقول أعلم أنما ذلك بشؤم معصيتي وذنبي وأسترضي ربي بالصدقة والحسنات والعمل الصالحات يقول أخذ ما شاء الله عز وجل من المواد الغذائية أو من المال وأذهب إلى أسرة فقيرة أو إلى أيتام أو إلى محتاجين أتصدق عليهم أرجو بذلك أن أسترضي بذلك مولاي سبحانه وتعالى يقول والله ما أعود إلى بيتي إلا وقد شاف الله بنية وعافاها القضية تحتاج إلى يقين وصدق مع رب العالمين ثم أبشر بالخير الكثير من ربنا جل جلاله اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وعند الموت سرعتنا وفي القبور وحدتنا اللهم يا خير من رفعت إليه الأياد وسمت إليه الأبصار وتحاكم إليه العباد لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم اللهم وسع علينا في الدنيا وزهدنا فيها ولا تزوها عنا وترغبنا فيها اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك أو أن نضل في هداك أو أن ننال في عزك أو أن نضام في سلطانك أو أن نضطهد في ملكك والأمر إليك إلهنا كم تحببت إلينا بنعمك وأنت غني عننا وكم نتبغض إليك بذنوبنا ونحن الفقراء إليك موسيقى